موسيقى نصر الخير مشاهدين الكرام عجلات التأليف الحكومي متباطئة لكن اتصالات متأنية مستمرة على مسار التأليف من أجل تغليب اتجاه فصل مسألة العقوبات الأمريكية كما نقاط التباينات في المواقف المحلية على اتجاهات تعظيم المشكلات الداخلية التي ربما تأخذ بالمسار إلى أذار المقبل حتى تتألف الحكومة الجديدة ربطا بقضية العقوبات وبموعد انتقال السلطة الأمريكية من الترامبية إلى البيدينية فيما الخشية متصاعدة من احتمالات بروز سلوك ترامبي مريب في خلال الوقت الفاصل عن تسلم الرئيس بايدن مع الإشارة إلى أن ترامب أقال وزير الدفاع مارك إسبر وعين مكانه رجل الاستخبارات كريستوفر ميلر في خطوة فسرها مراقبون بأن الوزير إسبر رفض الدخول في مغامرة عسكرية كان الرئيس الأمريكي قد يحضر لها في الغضون وعشية الجولة الرابعة من مفاوضات النقورة للترسيم البحري برعاية أممية ووساطة أمريكية بين لبنان والإسرائيليين زعم أفخاي أدرعي ما سماه إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي انطلاقا من لبنان بحسب تعبيره في أي حال الأوضاع المحلية الصعبة أصلا استوجبت تفعيلا استثنائيا لحكومة تصريف الأعمال تحت ضغط الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية المتقاطعة مع تفشي وبأ كورونا وقصور الجهاز الطبي والمستشفيات عن توفير العلاج الكافي اللازم فكان خيار وقرار المجلس الأعلى للدفاع الإقفال العام باستثناءات محددة كان ممرا وحيدا ومفيدا على أمل النجاح في خفض أرقام عداد الإصابات وإلا سيكون تمديد للإقفال على سلبياته المعيشية والاقتصادية التي يدرك مرارتها ذو الدخل اليومي المحدود على الأخص ومعظم اللبنانيين في شكل مرير عام في هذه الأيام رئيس الجمهورية العماد عون ضق النواقيس في مستهل اجتماع مجلس الدفاع ناقوس الوضع الكوروني المتفشي والخطر جدا ناقوس الإجراءات الواجبة والمحتمة لاحتواء الخطر وتخفيف تداعياته وناقوس حشد الجهود لتمكين المؤسسات الصحية من الاطلاع بدورها في معالجة المصابين رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب من جهته تولى شرح حيثيات القرار لافتا إلى تعدد أوجه الأزمة الحادة التي تعانيها البلاد اقتصاديا وقد تطرق إلى أوضاع المتضربين جراء كارثة المرفأ القاتلة كما أعلن توزيع أربعمائة ألف ليرة شهريا على مئتين وأربعين ألف عائلة حتى نهاية السنة تفاصيل النشرة نبدأها بتقرير نيلة شهوين عن مجريات وقرارات اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد بيشالعون اتخذ قرار الإغلاق الكامل من صباح الرابع عشر إلى صباح الثلاثين من الجاري وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشالعون أنه سيعقد مؤتمر وطني يضم جميع المعنيين بوباء كورونا لدرس الخطوات الواجب اعتمادها لمعالجة الوباء وأكد الرئيس عون أن ثمة إجراءات يجب أن تتخذ لمواجهة انتشار الوباء لكنه شدد على أن الأهمية تبقى في تجاوب المواطنين وإدراكهم لأهمية الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة لإنجاح الهدف من الإقفال الذي سيتخذ على مستوى الوطن لأن الوقاية هي الدواء الأول والمجاني بدوره أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى أن قرار الإقفال صعب لكن إذا لم نلجأ للإقفال سيكون الواقع أصعب وأن المطلوب من كل الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون مستنفرة في كل المناطق للتشدد بتنفيذه إذ لا يجب أن تكون هناك مناطق لا تتقيد بالإجراء أعلم جيدا حجم الأدرار الاقتصادية بسبب الإقفال وأسمع بوضوح أصوات الاقتصاديين والتجار وهم يصرخون ضد قرار الإقفال وتداعيته على أعمالهم كما أسمع بوضوح أصوات الأطباء والمستشفيات وكل القطاع الصحي وهم يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإقفال البلد لمدة شهر كامل كي يتمكنوا من تخفيف سرعة الإنهيار الصحي للأسف لو أن الناس التزموا بإجراءات الوقاية منذ أشهر كنا وفرنا على البلد هذا القرار الصعب في ظل ما نعيشه من صعوبات الآن وصلنا إلى هنا إلى هذه المرحلة الحساسة جدا من انتشار الوباء ولم يعد لدينا خيارات أخرى نلجأ إليها ولذلك اتخذنا اليوم قرار الإقفال التام اعتبارا من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية صباح يوم 32 تشرين الثاني الحالي إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات فإننا نكون قد أنقذنا الناس وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضا لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة اللواء الركن محمود الأصمر أكد أنه بناء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع فيروس كورونا والذي عرض خلاله وزير الصحة للبيانات المرتبطة بانتشار الوباء قرر المجلس أعلى للدفاع رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن الإغلاق الكامل اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح السبت 14-11-2020 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق 30-11-2020 مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15-3-2020 المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن الإغلاق الكامل اعتبارا من الساعة خمسة من صباح يوم السبت الموافق في 14-11-2020 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق في 30-11-2020 مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15-3-2020 المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهي أولا اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقا لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحد الذي لا يتجاوز 25% وذلك تحت طائلة المسئولية على من يخالف تلك القرارات المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمدرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمدرية العامة للأمن العام والمدرية العامة لأمن الدولة والمدرية العامة للدفاع الوطني والصليب الأحمر اللبناني وأفراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وأفواج الأطفاء على اختلافها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المزوب أصدر بيانا أعلن فيه الآتي تتابع المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة التعلم من بعد من دون التعلم الحضوري لباقي أيام هذا الأسبوع على أن تصدر الوزارة استنادا إلى النصوص المتعلقة بالإقفال قرارات تنظم العمل والتعلم عن بعد في خلال هذه الفترة وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد وجهت كتابا إلى وجهت كتابا إلى المؤسسات الإعلامية طلبت فيه تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية حول فيروس كورونا وستجتمع وزيرة الإعلام يوم غد الأربعاء مع مسؤولي مؤسسات الإعلام العام لوضع خطة إعلامية توعوية تواكب جهود الحكومة في خلال فترة الإقفال التام في مقر رئاسة ثانية رئيس مجلس نواب نبيه بره الذي يتابع اتصالات تغير معلنة على مسار العمل لتأليف الحكومة الجديدة للمساعدة عرض الأمور التربوية وشؤون تشعية ذات الصلة بالمجال التربوي والخطوات المحلية مع رئيسة لجنة التربية وثقافة النيابية النائبة بهية الحريري توفي صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد مضاعفات ألمت به جراء إصابته بوبأ كورونا وكان عريقات 65 عاماً قد دخل الشهر الماضي في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية المشخصة بإصابته بكوفيد 19 وكان مستشفى حداث عين كارم في فلسطين المحتلة قد أكد نبأ تدهور صحته وطالب الأطباء في المستشفى أفراد عائلة عريقات بالتوجه للمستشفى للبقاء إلى جانبه بعد دخوله في غيبوبة حيث كان يخضع للتنفس الصناعي إلى لحظته وفاته في لبنان في الساعات الأربعة والعشرين الماضية تم تسجيل 1552 إصابة كوفيد 19 و16 حالة وفات تداعيات إضافية لوباء كورونا كشفتها الدراسات الطبية تضاف إلى تفاعلات ما بعد الشفاء التي قد تتسبب بتلف وأضرار في أقنية الرؤية أو القلب بشكل مفاجئ وأعراض الكآبة بعد الشفاء تهدد الناجين من الوباء كاتيا الشقاير أطباء نفسيون قالوا أن كثيرين من الناجين من فيروس كورونا أكثر عرضة على الأرجح للإصابة بأمراض نفسية بعدما خلصت دراسة موسعة إلى أن 20% من المصابين جرى تشخيص إصابتهم باضطراب نفسي في غضون 90 يوما وكان القلق والاكتئاب والأرق أكثر شيوعا بين مرضى الكوفيد 19 المتعافين الذين أصيبوا بمشاكل نفسية في الدراسة ووجد الباحثون أيضا مخاطر أعلى بشكل ملحوظ للإصابة بالخرف وقال بول هاريسون أستاذ الطب النفسي بجامعة أكسفورد في بريطانيا كان الناس يشعرون بالقلق من أن يصبح الناجون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة النفسية ونتائجنا تظهر أن هذا أمر مرجح وفي الأشهر الثلاثة التي أعقبت الكشف عن إيجابية الإصابة بكوفيد 19 تعرض واحد من كل خمسة متعافين للمرة الأولى للقلق أو الاكتئاب أو الأرق ترجمة نانسي قنقر عاشية عقاد الجلسة الرابعة لمفاوضات النقورة غدا برعاية أممية ووساطة أمريكية بين لبنان والإسرائيليين في مسألة الترسيم زعم الناطق العسكري الإسرائيلي أفخاي أدروعي ما سماه إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان بحسب تعبيره وزاد أدروعي لقد تابعتها القوات طوال القواقط حتى إسقاطها من دون أن يشكل ذلك أي خطر على البلدات المجاورة أضاف تبقى القيادة الشمالية في حال جهازية كبيرة ولم تسمح بأي خرق اتفاق أرميني أذر بجاني لوقف القتال في قراباخ برعاية روسية يكرس امتصارات باكو العسكرية وانتشار لقوات حفظ سلام روسية على خطوط التماسل الجديدة ردات فعل غاضبة في ياريفان وأخر احتفالية في المقلب الآخر الرئيس الأرميني علم بالاتفاق عبر وسائل الإعلام في الظاهر هو اتفاق لوقف الحرب لكن في الباطن والجوهر هو وثيقة استسلام أرمينية مصاغة بأياد روسية تكرس امتصارات عسكرية تنحققتها باكو في إقليم كوراباخ بعد ستة أسابيع من المعارك الدموية الاتفاق الأرميني الأذربيجاني الروسي الذي أعقب تقدم باكو الميداني في الإقليم وسيطرتها على شوشة الاستراتيجية دخل حيز التنفيذ ليل العاشر من الجاري كما أعلن الكريملين الذي أوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علياف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيا وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في الإقليم المتنازع عليه وقال بوتين في هذا الإطار إن الإعلان ينص على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماسي في الإقليم والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وكوراباخ مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع وأن النازحين سيعودون إلى كوراباخ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين وقال بوتين إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين موسكو وباكو وياريفان سيسمح بتسوية النزاع على أساس عادل وبما يخدم مصالح الشعبين وسيوفر الظروف الضرورية لتسوية شاملة ومستدامة للنزاع باشينيامي الجهته وفي اعتراف غير مباشر بالهزيمة أعلن أنه وقع على الاتفاق بتوصية من قيادة القوات المسلحة وقال في كلمة عبر فيسبوك الجيش قال إن علينا التوقف لأن لدينا مشاكل معينة واحتمالات حلها غير واضحة والموارد نفدت وصرح باشينيام أن محتوى البيان بشأن وقف القتال في كوراباخ ليس لصالح الجانب الأرمني قائلا لكن لو لم يتم توقيعه لكان ذلك سيؤثر سلبا على قدراتنا القتالية وأضاف وجدنا أنفسنا في موقف لم يكن فيه بديل عن توقيع الاتفاق الاتفاق الذي تزامن مع إعلان وزير الدفاع الأرمني عن توقف المعارك لم يمر مرور الكرام لدى أكثرية الشعب الأرمني ومن ردود الفعل الأولية اقتحام متظاهرين غاضبين مقرى الحكومة والبرلمان في ياريفال عاصمة باعتبار اتفاق وقف إطلاق النار استسلاما قبل أن تستعيده الشرطة الأرمينية صباح الثلاثاء وسط دعوات إلى تظاهرات جديدة للتنديد بالاتفاق في المقابل ميادين أذاربجان احتفلت بعد خطاب النصر الذي ألقى علييف الألاف من الأذاربجانيين نزلوا للميادين والشوارع ابتهاجا بالاتفاق الذي يعيد لهم أراضي من قربخ وكان علييف قد أعلن عن بنوض الاتفاق الذي يتضمن استعادة بلاده ثلاث محافظات خلال فترة أقصاها الأول من كانون الأول ونشر قوات حفظ سلام روسية لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد إلى الآن ترامب لم يسلم بفاوز بايدن ومعارك قضائية منتظرة يبدو أن الطريقة ستكون وعرة أمام جو بايدن الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لتسلم السلطة رسميا وفعليا مع استمرار تعنط الرئيس دونالد ترامب وتشبثه بموقفه الرافض لنتائج الانتخابات وفي جديد مواصلة ترامب معاركه القانونية للطعن بالنتائج طلب وزير العدل وليام بار من المدعين الاتحاديين التحقيق في أي مزاعم ذات بال عن مخالفات في عملية التصويت كذلك رفعت حملة ترامب دعوة لمنع المسؤولين في بنسلفانيا من الإعلان رسميا عن فوز بايدن في الولاية وزعمت الدعوة أن نظام التصويت البريدي في الولاية يخالف الدستور الأمريكي بإقامة نظام غير قانوني للتصويت على مستويين حيث يخضع التصويت الشخصي لإشراف أكثر دقة من التصويت بالبريد داعية إلى الصبر لمتابعة الاتهامات بالتلاعب في الأصوات وفي هذا الإطار قالت كيلي ماكينني السكرتيرا الصحفية بالبيت الأبيض للصحفيين الانتخابات لم تنتهي أبعد ما تكون عن النهاية وذلك في إفادة صحفية ذكرت أنها تتحدث فيها بصفتها مستشارة في حملة ترامب في المقابل يدرس فريق بايدن اتخاذ إجراء قانوني فيما يتعلق بتأخير السلطات الاتحادية الاعتراف بفوزه على ترامب أحد المسؤولين عن الفترة الانتخابية في فريق بايدن صرح للصحفيين أن الوقت حان لكي تبت الإدارة في الأمر وأن الفريق الانتقالي سيدرس اتخاذ إجراء قانوني إذا لم يحدث ذلك اجتماع للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة نفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف داريان في دار الفتوى تناول شؤون الإسلامية والوطنية وقد أكد البيان أن لبنان أحوج ما يكون إلى حكومة انقضية تحظى بدعم داخلي وخارجي شاجبا العرقيل أمام تأليف الحكومة ورأى أن تقاضف الاتهامات التعطيلية ما هو إلا تعبير عن عقلية المساومات الرخيصة توقف المجلس باستغراب واستنكار شديدين أمام استمرار تعطيل وعرقلة جهود الرئيس سعد الدين رفيق الحريري المكلف تشكيل حكومة جديدة تعمل على إنقاذ لبنان من أزمته الخانقة وإخراجه من دوامة الفراغ السياسي الذي يدور فيه على غير هدى إن لبنان أحوج ما يكون اليوم إلى حكومة إنقاذ وطنية تكون على مستوى التحديات التي يواجهها وتتمتع بثقة الرأي العام من لبناني والمجتمعين العربي والدولي ورأى المجلس أن تقاذف الاتهامات التعطيلية ما هو إلا تعبير عن عقلية المساومات الرخيصة لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية وفئوية لا تمت إلى المصلحة الوطنية بصلة وارتفاع نصب وذلك مع ارتفاع ومن المحزن والمخزي معا أن يجري ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر مع ازدياد نسبة المهاجرين من أصحاب الكفاءات ومن الشباب أقرت لجنة الإدارة والعدل بعد اجتماعها برئاسة النائب جورج عدوان قانون تجريم التحرش الجنسي وإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره ويعتبر إقرار اقتراح القانون المقدم من النائب عناية عز الدين والذي تم دراسته مع جمعيات المجتمع المدني والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والهيئات النسائية إنجازا وخطوة نوعية متطورة في مجال حماية الأمن الاجتماعي والأمان الاجتماعي وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي يوضح ويشرح تفاصيل هذا القانون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية رحبت بالخطوة الإيجابية للجنة في إقرارها اقتراح قانون تجريم التحرش الجنسي وأملت أن يوضع هذا الاقتراح في جدول عمل الهيئة العامة في أقرب فرصة من أجل إقراره بغية تجريم فعل التحرش ومعاقبة المرتكبين وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه وأتى هذا الاقتراح جامعا ودامجا لنصوص تشريعية سبقة وأن أعدتها كل من النائبة الدكتورة عناية عز الدين والهيئة الوطنية لشؤون المرأة برئاسة كلودين عون روكوز ووزارة العدل وكانت الهيئة قد قدمت في أذار الماضي إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدنبوين نصا جامعا لاقتراحات قوانين ذات صلة وأخرى متابعة وهي معروضة على اللجان البرلمانية المختصة كما اقترحت الهيئة الوطنية توحيد الصناديق بسندوق واحد مخصص لمساعدة ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي الكتائب لا استقلالية ولا اختصاص لحكومة تؤلف على قياس المنظومة الحاكمة المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل رأى أن ليس غريبا على اللبنانيين أن يشهدوا هذا الأداء الفاشل من سلطة لم تعتد على التعاطي مع العمل الوطني سوى من باب المنفعة ومع الأزمات سوى من باب العجز ومع الاستحقاقات سوى من باب البيع والشراء في حين أن العمل السياسي يرتب على من يمارسه مسؤوليات أخلاقية حيال وطنه والشعب اللبناني تخضعه للمحاسبة ولو بعد حين وسأل المكتب السياسي الكتائبي كيف يتجرى أهل السلطة على أعطاء صفة الاستقلالية والاختصاص لحكومة تؤلف على قياس المنظومة الحاكمة علنا وعلى صفحات الصحف عبر التغريدات وفي خطابات التهديد والوعيد وتصريحات المطالب دون ما خجل فيحتكرون وزارة ويقايدون بحقيبة ويتنازعون الأسماء فيما اللبنانيون يغرقون إن أداء أهل السلطة يعطي البرهان والدليل يوما بعد يوم على أنهم غير أهل لقيادة عملية إنقاذ لبنان ولذلك يجب أن يرحلوا من دون عودة ولنذهب إلى انتخابات النيابية حرة ونزيها بإشراف دولي زاد البيان إن التطقيق الجنائي يجب أن لا يقتصر على حسابات مصر في لبنان بل لابد من أن يتوسع ليشمل مالية الدولة بوزاراتها وصولا إلى المناقصات المشبوهة وشدد على وجوب أن تحزم المنظومة أمرها بالوقوف إلى جانب اللبنانيين ولو لمرة في هذه الأزمة وأن تعتمد إعفاءات ضريبية ومساعدات تخفف عن كاهل الناس والقطاعات المنتجة تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري الإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل أكد أن العقوبات بحق باسيل ظالمة وأن سياسة العزل لا توصل إلى نتيجة ودع التكتل المعنيين بتأليف الحكومة إلى فصلها عن أي عامل خارجي فالأساس هو قيام حكومة إصلاحية تستطيع أن تطبق الإصلاحات المطلوبة في مقدمتها إجراء التطقيق الجنائي والإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية وأن تتألف الحكومة وفقا لوحدة القواعد والمعايير ويؤكد التكتل رفضه لكل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثقية قائمة في تأليف الحكومة وما من شأنه مس التوازن بين مكونات الوطن كما يؤكد التكتل أنه لم يتعاطى حتى الآن في عملية تأليف الحكومة ولكن لا شيء ينزع عنه حق إبداء الرأي واتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج الاتصالات في إطار متابعة الأوضاع المتعلقة بالعمل والأحوال الاقتصادية والمالية المؤسسية رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال دكتور حسين دياب مساء اليوم اجتماعا في الصراع في حضور وزيرة العمل لمية يمين ووزير المال غازي وزني ومعنيين خصوصا في ظل الإجراءات التي تبناها المجلس على الديفئة من أخبار المنطقة أدل الناخبون في الأردن بأصواتهم في انتخابات يعتقد أنها ستصفر عن بقاء البرلمان في أيدي نواب من العشائر موالين للحكومة في ظل نظام لا يمثل في شكل كاف المدن التي تحظى فيها المعارضة الإسلامية والليبرالية بشعبية أكبر وفي أرجاء البلاد رفرفت لافتات لألف وسبعمائة مرشح مناشدة من لهم حق الانتخاب وعددهم يقارب الخمسة ملايين ناخب للتصويت لهم تحصل الانتخابات الأردنية تزامنا مع سياء شعبي في ظل سياسة غير مجدية حتى الآن لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها الأردن منذ أعوام عدة حيث ازدادت البطالة وانتشر الفقر نتيجة جائحة فيروس كورونا الرياضة مع داني حرب ضم ثلاثة من المنطخب الأرجنطيني إلى المنطخب الوطني للمشاركة دوت باراكواي وكيرو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم وسافر كل مليون الماسي وأنخل ديماريا ولياندرو باريديس للمشاركة في مباريات بلادهم التأهلية لمونديال 2022 يتعافى النجم الأرجنطيني دياغو مارادونا بشكل جيد بعد جراحة في الدماغ وأصبح خروجه من المستشفى يخضع للتقييم حسب قول طبيبه الشخصي ليوبولد لوكي وقال هذا الأخير إن التطور بطل مونديال 1986 مميز للغاية ونفسيته مرتفعة إلى أعلى درجة أشاد منظم بطولة الجمازة الدولية فور لقاءهم في توكيو في أن الرياضيين قد استبدلوا خوفهم من كوفيد 19 إلى فرح بعدما زاد التفاؤل أن اللقاح التجريبي من شركة أبفوايزر إنك فعال بالنسبة تزيد عن 90% بناء على التجارب الأولية افتتح مركز اختبار كوفيد 19 في ملعب أنفيلد لكرة القدم وقد ساعد جنود من كتيبة المدفعية الملكية في تشغيل المركز للحد من انتشار الفيروس القاتل ويقوم المسؤولون عن الحملة باختبار الأشخاص الذين يعانون من أعراض ويطلب من المخالطين للحالات الإيجابية عزل أنفسهم مشاهدين الكيرام في الختام نشكركم وإلى اللقاء بال11 ونص اشتركوا في القناة